الشرطة المجتمعية تعلن عن إحصائية ومعالجات لحالات العنف الأسري والابتزاز خلال شهري آيارة وحزيران فنحو أكثر من 150 حالة ابتزاز إلكتروني وما يقارب 190 حالة عنف أسري رصدتها الجهة الأمنية المختصة ببغداد والمحافظة محاربة الجريمة وبعد انخفاض هذه الجريمة قامت الشرطة المجتمعية بحل مشاكل المواطنين وبل أكثر فلسفتها قامت بمنع الجريمة قبل وقوعها الشرطة المجتمعية حقيقة تنجز 181 حالة ابتزاز إلكتروني بالطريقة السلمية لأن اليوم الشرطة المجتمعية تعمل على أساس التثقيف والتوعوي ومنع الجريمة قبل وقوعها وبحسب وزارة الداخلية فإن الأعوام بين 2019 إلى 2023 سجلت أعلى نسبة خروقات في البلاد ضمن العنف الأسري أغلبها في العاصمة وبحسب ارتفاع النسب السكانية وأقلها سجل في محافظة صلاح الدين بنسبة خمسة بالمئة في سنة 2023 سجلنا أكثر من 35 ألف دعوة عنف أسري أما في النصف الأول من عام 2023 سجلنا أكثر من 17 ألف وخمسمائة حالة عنف أسري عندما قارنها بالنصف الأول من عام 2024 من واحد واحد والغاية 2007 سجلنا 16 ألف حالة عنف أسري إذن هناك انخفاض في حالات العنف الأسري من النصف الأول إلى 23 عن النصف الأول لعام 2024 وتتابع وزارة الداخلية عبر مكاتب وشبكات منتشرة في عموم البلاد إيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والسلم المجتمعيين من بغداد صابرين كاظم العراقية الإخبارية